مرحبا موليد برشل شاوساء معكم كارميل شماس بدي احكي عن الأسبوع من الثانين أربعة كنون الثاني يناير لأحد عشرة كنون الثاني يناير شوفي عنا في هذا الأسبوع هيدا أسبوع بالنسبة لكم هو أسبوع بتتقدموا فيه وبتروحوا باتجاه مسيارات ومجملات وتلطيف الأجواء وموليد برشل شاوساء كتير شاطرين بهذه القصص كتير شاطرين لأنه موليد برشل شاوساء أشخاص منهم حقودين ما بيخبوا بقلبهم بيحكوا إذا عندهم شي براسهم بيحكوا ولكن بيحكوا بطريقة الناس أو قايت بتفهمكم غلط لكن انتوا بالنتيجة قالكم كتير طيب وإذا حكيتوا فيها بتقدروا تضبطوا حلو هيدا الأسبوع لأنه طبعا في عنا نحنا كلكن بتعرفوا إذا تبعتوا الأبراج برشكن لعام 2021 عندي على القناة والأبراج الشهري شهر كينون 2 يناير كمان عندي لأنه ماشيين بنفس التسلسل تعرفوا إنه زوحل والمشتري عم بيساعدوكم 200% هيدا الأسبوع عنا أيضا كوكب عطارد رح يدخل على كوكب على برش الدلو كمانا رح بيساعدكم يوم التنين يمكن يكون هو يوم متقلب شوي لأنه بتلاقوا حالكم شوي غرقانين بمسألة من يوم الأحد عم بتحلوها كان بالبيت أو عندكم بالمكتب عم تشتغلوا عليها عم تشتغلوا عليها يعني عم بتحاولوا إنكم تلاقوا لحل يمكن ببعض الكلام وبعض الحوار وبعض الاتصالات ففي شوية عجقة بتكن تنتبهوا لأنه يمكن حدا من عائلتكن من ولادكن أو قريب منكن زعلين منكن وعم بيحاول إنه يشارككن ويدخلكن في نقاش معين فتابعوا المسألة بهدوء وإذا بتكن تخلوا الجواب النهائي للثالاتة والأربع بيكون كتير منيح ليه؟ لأنه الثالاتة الأمر بيكون ببرش الميزان بيوصل لبرش الميزان صديق لقلكن ساعة 8 صباحا توقيت بيروت ستة توقيت العالمي خمسة المساء سدني بيضل كل يوم الأربعة وأيضا بيضل الخميس حتى الساعة 11 صباحا توقيت بيروت فترة وجود الأمر في برش الميزان هي أفضل فترة في هذا الأسبوع ويلي شاف أو سمع الأبراج الشهرية برش الجوزاء لكينون إتنيا ناير بيعرفوا أنه أنا حطيتهم ضمن الأيام الأكثر حظا إذن الثالاتة الأربعة والخميس حتى ساعة 11 صباحا توقيت بيروت وجود الأمر في برش الميزان يجعل هاليومين وكم ساعة ممتزين من أحلى الفترات وأكثر الفترات تعاطفا معكم وبتحملكم حظوظ وأجواء أكثر من رومانسية أجواء أكثر من حلوة وأكثر من مطمئنة فإذا عنكن مسألة صعبة بدوا يطمن بالكم بهالأسبوع تلاتة والأربعة والخميس صباحا على الأرشح النتيجة بتكون مطمئنة الخميس الساعة 11 الظهر توقيت بيروت وحتى السبت واحدة وربع الظهر توقيت بيروت الأمر بيكون ببرش العقرب في بيت الشغل عم تشتغلوا عم تركتوا عم تسعوا عطلة أسبوع طويلة بانتظاركن فبقا تكون تعملوا حساب أنه أول شي بكم تاخدوا نفس عميل ما بدنا نعجق حالنا ما بدنا نكتر الأمور في أبعادنا وما بدنا نبلش نعمل ملتي تاسكينج كل الأمور مكدسة ومتزامنة الجو جيد ليس سلبيا فقط أنه أنتو على عجقتكن معقولة أنتو تنعجقوا فبتكن تاخدوا الأمور هايدي بعين الاعتبار فيه شغل مدرسة جامعة عم تركضوا معجوئين عم تضبوا الشنطة مسيفرين رجعين أو يمكن بشغلكون ملحقتوا خلال الأسبوع التهيتوا شوي وعم ترجعوا تقلعوا بسابيع عطلة أسبوع ففيكم تقولون عطلة أسبوع متعبة شوي ما تعرضوا حالكن لأيام وجازة فيه السابت الساعة 11 الساعة 11 وربع تظهر توقيت بيروت بينتقى الأمر لموقع معاكس لأيكم برش القوس وبيضلوا كل هالفترة وأيضا كل يوم الأحد فليس بتاخدوا بعين الاعتبار أنه معقولة تكون شوي بيلكون أصير معقولة تكونوا شوي متسرعين ومعقولة تكونوا شوي متقلبي المزاج خلقكم دايق النتفي ومعقولة تنزعجوا من أقرب الناس لأيكم تذكروا أنه السابت هو بيكون طبعا عطلة أسبوع فما تنزعوا عطلة الأسبوع وإذا اللي عم تشتغلوا ياللي عم بيشتغل يوم الأحد كمان لو بكونوا طولوا بيلكون ما تبلشوا الأسبوع الجديد بمشكل أو بخلف عندكم أنرجي كتير تقدروا تستفيدوا منا بطريقة حلوة المواليد اللي بيعتبرها الأكثر حظا هي مواليد 23 إلى 27 أيار مايو بدي أتمنى لكم أسبوع جميل جدا إلى اللقاء مع الأبراج الشهرية لبرش الجوزاء وأيضا عام 2021 لبرش الجوزاء شكرا للكون باي باي